علاقات اقتصادية متينة تربط الجزائر وإيطاليا في عديد المجالات الاقتصادية والتجارية بين البلدين وجاءت زيارة رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون إلى إيطاليا التي تكتسي أهمية خاصة لتثمين أواصر العلاقات الثنائية الاقتصادية خاصة في المجال الطقوي والتجاري وبلغت المبادلات التجارية بين البلدين 8.5 مليار دولار سنة 2021 مسجلة ارتفاعا كبيرا مقارنة بسنة 2020 حيث بلغت قرابة 6 مليار دولار حسب أرقام وزارة التجارة وترقية الصادرات من جهتها بلغت الصادرات الجزائرية نحو إيطاليا التي تتمثل خصوصا في المحروقات ما يقارب 6.24 مليار دولار سنة 2021 في حين بلغت واردات الجزائر من هذا البلد التي تتكون أساسا من الماكينات والمواد البترولية المكررة والمواد الكيميائية والمواد الحديدية 2.26 مليار دولار كما تمثل المشاريع المنجزة في مجال الطاقة مثالا حيا للشراكة القوية ولدور الجزائر كمورد موثوق للمحروقات بالنسبة لإيطاليا خاصة في مدة الغاز من خلال أنبوب عابر للبحر المتوسط منذ 1983 الذي يعبر تونس بقدرة إمداد تبلغ 33.15 مليار متر مكعب في السنة والتي من المرتقب أن ترتفع عبره كميات الغاز المصدرة نحو هذا البلد بتسع مليار متر مكعب سنويا ابتداء من 2023-2024 كذلك الأمر بالنسبة لنشاطات تصدير وإنتاج المحروقات إذ نجحت سونطراك وإيني الإيطالية في تحقيق اكتشافات مهمة مادة البترول الخام كما التزمت بتطوير مشاريع مشتركة في الطاقة الشمسية الكهروضوئية والهيدروجين والوقود الحيوي وغيرها من موارد الطاقات المتجددة كما تطمح الجزائر وإيطاليا إلى توسيع هذه الشراكة لتشمل مجالات أخرى ويتعلق الأمر خصوصا بالصناعة الميكانيكية الفلاحة، التعليم العالي، السياحة وثقافة وتتطلع الجزائر إلى الاستفادة من التجربة الإيطالية في ميادين المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بناء السفن، الصناعات الصيدلانية، تكنولوجيا الإعلام والاتصال والمقاولاتية، ويفوق عدد المؤسسات الإيطالية المتواجدة في الجزائر مئتين مؤسسة تنشط في الأشغال العمومية الكبرى والصناعة والتجهيزة والماكينات وفي خضم زيارة رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون لإيطاليا جرى اقتراح إنجاز خط بحري لتموين إيطاليا وأجزاء من أوروبا بالطاقة الكهربائية بقدرة ألف إلى ألفي ميجاواط كما سيتم التوقيع على عديد الاتفاقيات الاقتصادية